اشتركوا في القناة انسى الله النسيان صفة لي ولك اما الله اسمع الى قول فرعون قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي لا يخطئ شيئا في كونه ولا ينسى ما خلقه ولا ينسى ما فعله ما قاله ما سيقوله ما سيفعله لا ينسى الله احد لا ينسى الله احدا لا ينسى الله شيئا اذا نسى الله تبارك وتعالى فمن الذي يتذكر والنسيان غفلة النسيان غيبة عن الواقع غيبة عن العقل عن الفهم هذا في وفيك هذا فينا نحن اما الله فعيب عليك ان تنسب النسيان لله تبارك وتعالى لماذا يقول الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فحينما تقول ربنا افتكره ربنا افتكره تكون قد كذبت الله عز وجل في انه قال ولا ينسى فهل تكذب الله عز وجل هل ترد على الله تبارك وتعالى متحه وسناءه على نفسه على لسان نبيه موسى اتق الله الله لا ينسى والله تبارك وتعالى اذ يمهل للعبد فليس معنى ذلك انه نسيه اذ يمهل للعبد فهي فرصة ان يتوب فرصة ان يرجع فرصة ان يستغفر الله عز وجل اما ان يمهل العبد فيتركه بمعنى ينساه عيب عليك ان تصف خالقك بالنسيان لانك اذا قلت ربنا افتكره اذا نسيه واذا نسيه اذا انغفل عنه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون والله تبارك وتعالى ينفي عن نفسه الغفلة ينفي عن نفسه الغفلة والغيبة عن الكون ايغيب الله عن سمائه ايغيب الله عن ارضه ايغيب الله عن عباده الجواب لا اذا كيف ينساهم فعار عليك ان تنسب النسيان لله عز وجل لانك اذا نسبت النسيان لله نسبت له الغفلة اسأل الله ان يوقزني واياكم من غفلة قلوبنا وغفلة عقيدتنا فيه تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك اشتركوا في القناة